قال جلالة الملك عبد الله الثاني إن التناقص أعداد المسيحيين في القدس أمر مقلق ومحزن مضيفاً أن الأردن ضد أي محاولات لمصادرة ممتلكات المسيحية في القدس الشرقية وأن المقدسات المسيحية تحظى بالاهتمام نفسه والرعاية التي يوليها جلالته للمقدسات الإسلامية من منطلق الوصاية الهشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ولأن القدس يجب أن تكون رمزاً للسلام والأمل لا للتفرقة والتقسيم عبر جلالة الملك عبد الله الثاني عن قلاقه وحزنه تجاه التناقص الكبير الحاصل في أعداد المسيحيين في مدينة القدس مؤكداً سعيه الحفيث للحفاظ على الأماكن المقدسة والدفاع عن ممتلكات الكنائس أمام عمليات المصادرة التي تتعرض لها أراضي المسيحيين في المدينة المقدسة هذه ظاهرة خطيرة أن لا يتبقى من المسيحيين أحد نتيجة السياسة السرطانية التي تستخدمها سلطات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة عملياً سنة 1922 كان عدد المسيحيين في الكدس 14700 نفر عام 1945 في 1 أربعة أصبح عدد المسيحيين 29350 عام 1947 أصبح عدد المسيحيين فقط 27 ألف سنة الألفين أصبح عدد المسيحيين 10 ألف الآن عدد المسيحيين لا يتجاوز أربعة آلاف شخص عوامل عديد أجبرت الفلسطينية المسيحية على الخروج من وطنه من بينها الأوضاع الاقتصادية واضطراره للبحث عن العمل خارج البلاد ومسألة التعليم لكن الاحتلال يعتبر المسبب الرئيسي وراء تناقص أعداد المسيحيين في القدس فقد صادر الاحتلال عام 1948 خمسين بالمئة من ممتلكات المسيحيين في القدس فضلاً عن ثلاثين بالمئة عام 1967 نحن سعداء جداً ما نبه إليه جلالة الملك والآن علينا أن نضع الخطط لتثبيت المسيحيين في أرضهم وأن نبقى على قلب رجل واحد أولاً الدعم المادي للمسيحيين في الأراضي الفلسطينية وتوفير الإمكانيات لهم من خلال أولاً التعليم في الجامعات أن تكون هناك نسب محدد للمسيحيين بإبقائهم ثانياً يجب بناء المساكن للمسيحيين ثالثاً إيجاد الشواغر الوظيفية يشكل المسيحيون في فلسطين مليونين وثلاثمائة ألفاً من تعداد الفلسطينيين البالغ ثلاثة عشر مليون نسمة لم يتبقى منهم سوى ثمانية وثلاثين ألفاً في الضفة الغربية وسبعمائة وثلاثة وثلاثين مسيحياً في قطاع غزة ومائة وأربعة عشر ألفاً في الداخل الفلسطيني المحتل من القدس المحتلة زينة صندوق رؤية